دقيقة الأمر لولا جائحة كورونا التي أخرتنا لكان هذا الحركة الاقتصادية التي نعيشها اليوم من مختلف المصارات والمؤسسات كانت ستكون قبل مدة قصيرة ولكن قدر الله ما شاء فعل الأكيد أن الدولة الجزائرية على قدم وساق من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من أجل تلميط تطوير الاقتصاد الوطني خارج دائرة التبعية للمحروقات وخير دليل على ذلك هو الرعاية الشخصية للسيد الرئيس الجمهوريلي هذا المعرض حضوره الشخصي لإفتتاح هذا المعرض والحضور كما تفضل الزملاء القوي والكثيف للعارضين من داخل الوطني ومن خارجي الجزائر من خلال الشعار الذي رفعته نحو شراكة استراتيجية تود أن تقول للجميع بأن أسواقنا متاحة للجميع شريطة العمل وإياكم في إطار ربح ربح في إطار شراكة ليس في إطار آخر الأمر الثاني كذلك تعتقد أن قانون الاستثمار الجديد سيكون محفظ لهذه الشركات؟ نعم سأتكلم عن هذا الموضوع فضلا عن ذلك نستطيع القول كما سؤال الذي تفضلت بطرحيه فعلا هي فرصة لإحتياج كنا نلاحظ من خلال المعارض السابقة وكأنها كانت معارض مصلحية ذات توجه خاص اليوم نحس بأن معارض الجزائر الدولي هذا يعني الحديث عنه اليوم والهدف الأسمى والهدف الرئيس من خلال هذا المعارض هو كيف نذهب إلى إنفتاح اقتصادي إلى استثمار حقيقي أنا الآن عائد من قبة المجلس الشعبي الوطني بعد أن أتممت مداخلتي حول مشروع قانون إجراءة مطبقة على المناطق الحرة اليوم ستكون للجزائر خاصة على مستوى العمق الإفريقي على مستوى دول الجوار الإفريقي مناطق تبادل حر يؤثرها ويسيرها قانون الاستثمار سواء في شقه الصناعي أو في شقه الخدماتي أو في شقه التجاري التجاري